طبعا الواحد مبسوط وسعيد جدا جدا بأداء الأهلي ونتيجة مباراة الأمس عندنا رجالة لعيبة فعلا على قد المسئولية لعيبة بشخصية كبيرة جدا جدا أفضل لعيبة داخل القرى الأفريقية أنا مش بقولي الكلام ده عشان احنا كسبنا مجرد ماتش مبارح لا أنا بقولي الكلام ده علشان اللعيبة دي مستمرة في خلق الدوافع بالنسبة لها عشان تقدر تحقق أكبر كم ممكن من الإنجازات لأن هي هي اللعيبة دي اللي تم اتهامها بأنه هما ما بقاش عندهم دوافع بعد العودة من كاس العامل الأندية وطح في كل برونزية لكن هما بيردوا علينا هما بيقولوا لأ احنا لسه مشبعناش ومش حنشبع طالما بنلعب جوه النادي الأهل احنا لسه عندنا طمع كبير جدا لحصد المزيد من البطولات وهم بيثبتوا الكلام ده على أرض الواقع لما تلعب مباراة مبارح كبيرة قوي قوي مع الترجي في ملعبه الترجي بقوته بشخصيته الأفريقية بلعبته الجامدة والكبيرة جدا ومميزة جدا وتبقى أنت المتحكم في مجريات المباراة وإنت اللي قدرت تشل الترجي قرويا داخل الملعب أنت اللي خلتهم مش عارفين يلعبوا مش عارفين ينفذوا أفكارهم مش عارفين يوصلوا للجون غير فيه يعني كم كرة في النوادر مبارح كرتين تقريبا بس اللي كانوا خطر على مرمى نادي الأهلي وكرة منهم الشيناوي بصراحة يعني ما شاء الله عليه تقلق فيها بشكل كويس جدا يعني فإحنا عندنا أبطال وعندنا لعيبة بشخصية عظيمة وعندنا لعيبة تستحق تستحق أن هي ترتدي قميص النادي الأهلي وأن هي تلعب باسم النادي الأهلي أنا بقولي الكلام ده ليه؟ طبعا طبعا إحنا ثقافة جمهور النادي الأهلي وده كان واضح جدا بعد المباراة مباراة إحنا لسه ما حقناش حاجة إحنا لسه ما خدناش بطولة إحنا كسبنا بس ماتش إحنا حتى إحنا حتى لسه ما صعدناش النهائي ده أمر مؤكد إحنا بناخد كل مباراة على حدة وبنركز في كل مباراة لوحدها هدفنا دايما اللقب مش هدفنا دايما نحن نكسب ماتش ونفرح لا إحنا 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 فرحناش إحنا قصوا عداء ومبسوطين جدا برجالتنا باللعابة الجامدة دي بالمدير الفني المميز ده اللي صايع قورة من الآخر يعني الراجل صايع قورة الراجل عنده خبرات عظيمة في أفريقيا الراجل اللي عارف يتعامل إزاي وعارف يلعب إزاي يعني حاجة ممتازة جدا جدا فآه طبعا إحنا صعداء ومبسوطين بس في انتظار التأهل النهائي كخطوة أولى واللقب كخطوة تانية عشان نفرح بقى الفرحة بتاعتنا يعني اللي كلنا مستنيينها على غرار السنة اللي فاتت بعد ما كسدنا المباراة أمام الزمالك في نهاية القرن لكن أنا أقول أن